عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية اعتمد خلاله مشروع قرار مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة يطالب توسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة ويطالب القرار جملة الأمور بالالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن دون عوائق والتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية كما يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين بما فيهم الأطفال ويطالب بإتاحة وتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه اشتركوا في القناة